تعرفوا في ملوك الأول صحاح 12 بيتكلم عن أصدقاء داود أصدقاء داود اللي اجتمعوا حول داود في مكان تسمى مغارة عدلام في سفر صموئيل واللي اجتمعوا حول داود كل مر النفس كل متضايق كل واحد مديون وهذا اللي اجتمعوا حواليه كانوا 400 شخص في مغارة أسمى عدلام ولكن من هذا المجموعة الصغيرة اللي في نظر المجتمع غير مرتبة أو مش ممكن أو استحال ان يكون جيش منظم أصبح الجيش المنظم لداود اللي قادوا في انتصارات صاحقة وعميقة جدا فالمسيح يغير للأفضل المسيح يحررنا من العبودية لكي نكون أبناء الله بالتبني كما يقول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسير أولاد الله أي المؤمنين باسمه في غلاطي أصحاح 5 اسمع ما يقول فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية قال يسوع تعالوا إلي هي دعوة للجميع ثم قال احملوا هنا اختبار أعمق بالإيمان تفيد الخضوع والتسليم الكامل ليسوع المسيح ثم قال تعلموا مني لأنه كل التعليم والحياة بتتمحور حول شخص المسيح فإذن الدعوة للجميع حتى إيش نتحرر تعرفوا في التقليد اليهودي كان بيستخدموا هذا الإصطلاح كتير على فكرة فمثلا بقولوا نير النموس أو نير الوصاية أو نير الملكوت أو نير الله ولكن المسيح قال احملوا نيري عليكم لأن نيري هين سهل وحملي خفيف لأنه هو حمل أصقامنا وأوجاعنا تحملنا بالعكس عن أنبياء بابل اللي بيصفهم الكتاب المقدس أنه حتى الحمير تعبت عم بفتح على الآية مكتوب قد جث بيل انحان نبو هاي آلهات البابليين صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم محمولاتكم محملة حملا للمعي قد انحانت جثت معا لم تقدر أن تنجي الحمل وهي نفسها قد مضت إلى السبي يعني عم بقول أنه حتى الحمير عم تشتكي من الأهلها اللي تحطت على نير على الحيوانات عم تشتكي أنه عم تسقط مش عم تقدر تتحمل ولكن بالمقابل يقول الرب المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي احملوا نيري عليكم لأن نيري هيا سهل وحملي خفيف فتجدوا راحة لنفوسكم موسيقى 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 موسيقى